طيب دي كانت النقطة الأخيرة في الموضوع الأول نروح بقى للموضوع اللي أنا شايفه أهم بكتير جدا جدا من أي حاجة ومهم جدا نحن نتكلم فيها ألا وهي الوحدة اللي كان موجودة فيها الجماهير الأهلاوية والزمالكوية والاسماعلاوية والاتحدوية والمصروية وكل الناس في بورسعيد يعني كل الناس اللي هي عندها شعبية جماهيرية إمتى هنشوف اللقطة دي من جديد؟ إمتى هنشوف المنظر ده من جديد؟ سموها بقى مبادرة سموها يعني سموها مبادرة بالنسبة لنا مبادرة مديد إن احنا بنمد إيدنا وإنتوا كمان ما تترجعهاش يعني نمد إيدكو في إيدينا وإنتوا إن شاء الرحمن السنة الجاية أو اللي بعدها هتبقوا موجودين في النهاية بإذن الله وإحنا كمان كجماهير نبقى موجودين معاكم في المدرجات وحالة الحالة اللي هي فيها يعني عصبية وتنشانة سيبكم من التصرحات المسؤولين أو سيبكم من تصرحات حد ممكن يبقى بيتكلم في لحظات مثلا يعني مش هنتكلم فيها دلوقتي ومش وقتها يعني هل نتكلم إحنا كبلد واحدة أو كجماهير واحدة إمتى هنشوف اللقطة دي من جديد إمتى هنشوف واحد أو اتنين أو عشر أو عشرين أو تلاتين موجودين في مدرجات النادي الأهلي في المباراة إفريقية هي الأهم والأقوى بالتأكيد اللي هي مباراة نهائي دوري أبطال إفريقية إمتى هنشوف المنظر ده إمتى هنشوف الأعلامة اللي هي الزمالكوية والعلامة اللي هي موجودة في المدرجات بتساند وبتقاذب وبتشجع النادي الأهلي وإمتى العكس برضو إمتى العكس هيرجع لنا الصورة بتاعت الأهلاوي اللي موجود في وسط مدرجات الأهلي بتشيرته بعلمه بيفطى بأي حاجة بتآذر وبتساند الزمالك إمتى ده سموها زي ما قلت لحضراتكم مبادرة سموها زي ما قلت لحضراتكم مدييد سموها زي ما أنتوا عايزين ملناش علاقة خالص بأي شيء آخر غير المدرجات يعني منتكلم بنخاطب الفئة الأكبر والأعظم والأقدر وهي يعني في الأساس هي اللي بتصنع قوة النادي الجماهير هي اللي بتصنع قوة النادي بص اللقطة الحلوة دي يعني واحد زي ما الكاوي شايل ابنه لابس تشيرت الأهلي ووعد في وسط الأهلوية إيه المانع في ده إيه المانع أن احنا نشوف ده مرة تانية يعني كانت في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات كانت بتبقى موجودة بشكل كبير جدا من أول ما طلع اللي اتمنى صحافة أصلة يعني أصل ريال مادريد ما بيحبش برشلونا وبرشلونا ما بتحبش ريال مادريد ومش عارف إيه اسي ميلان بيه مع انتر ميلان ومش عارف يعني الكلام اللي هو يعني الفلسفة اللي أنا بسميها فلسفة فرغة يعني أنت مش موجود في الموضوع خلاص مفيش مشكلة يبقى يهمك ان ابن بلدك وآهلك هو اللي يكسب أتمنى أن أشوف الإسماعيلاوي موجود في مدرجات الأهلي أتمنى أن أشوف في اليوم ده أتمنى أن أشوف الإسماعيلاوي موجود في مدرجات الأهلي وأتمنى أن أشوف الإسماعيلاوي في بطولة إفريقية أو عربية يعني أنت مش طرفة أو مش موجود فيها بس فيها نهائي ما بين طرف مصر سواء كان إسماعيلاوي أو إسماعيلاوي أو إسماعيلاوي أو حتى التحداوي أو مصراوي أي أن كان يبقى موجود يعني واحد من النادي الأهلي بتشيرته عادي جدا بيفطته عادي جدا بعلمه عادي جدا أتمنى أنه يحصل أتمنى أنه نشوفه يوم 2 نوفمبر اللي جاي لأيه هو اللقاء اللي هيبقى موجود على استاد برج العرب الأقرب أتمنى طبعا يكون استاد القاهرة وجهاز الفني للنادي الأهلي أو المسؤولين في النادي الأهلي عايزينه يبقى استاد القاهرة أو استاد السلام أو استاد الكلياة الحربية لكن أنا أقول إن الأقرب هو برج العرب الأعرب هو برج العبار أنا بقول كده أهم مما في الحلقات اللي عملتها أو الفترة اللي فاتت هو النقطتين ثلاثة اللي أنا قلتهم من شوية دول هو ده الحاجة الإيجابية أو هي دي الحاجة اللي ممكن تبقى كويسة في الفترة اللي جاية بيننا وبين بعض في المنافسات في الأرقام في الألقاب ولا حاجة اعمل اللي انت عايزه فيش مشكلة خالص يعني انت بتنتمي النادي بتشجعه وبتأزره واحنا علينا احترامه يعني بإرادتنا أو مش بإرادتنا لأنه هو نادي يستاهل الاحترام اللي هو نادي الزمالك هي يستاهل الاحترام ويستاهل التأدير ويستاهل التحية وكل حاجة كويسة جدا تمام والأهل كذلك بالنسبة للزمالكوية وبالنسبة للسماع اللوية وبالنسبة للاتحادوية وبالنسبة لكل جماهير النادي المصري في كل مكان دي دعوة حلوة ودعوة إيجابية جدا جدا واتمنى الناس اللي هي بتاخد الكلمات تركز عن نقطة الحلوة نقطة الإيجابية إحنا كبلد ومجتمع مهم قوي الرابط ده مهم جدا جدا التجانس ده مهم جدا جدا الوحدة دي لو ما كانش في المنافسات الداخلية على الأقل يبقى المنافسات الدولية أو المنافسات القرية حلو حلو قوي نحن نبقى دايما في صف واحد ومكنها وحدة قدرت تاخد الدوري ما فيش مشكلة أبدا 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 مبروك عليك الدوري مبروك عليك الكاس مبروك عليك أي بطولة طالما إنت اщتغلت عليها ألف ألف مبروك وفيش أي مشكلة إطلاقا يعني كل مسؤول وكل مجلس دارة بيتمنى أننا دي وفي عهده بالذات يكون في التصنيف الأول يعني ده مهم جدا أنه يوصل للناس وأتمنى يا رب أن أشوفه بإذن الله يبتداء من 2 نوفمبر اللي جاي لقاء الأهلي والترجي التنسي دي كانت المقدمة بتاعتي الأولى وبعد كده هنروح لفاصل ونرجع أن نكمل كلامنا مع كابتن إبراهيم عبدالصمد وكابتن ماهر همام وكابتن شريف عبدالمنعم واحداث كاس مصر الدور الستاشر اللي جامع النهاردة ما بين مصر مقصة وادي دجلة وإذن مصر مقصة أنه يفوز على وادي دجلة اتنين واحد واللقاء الثاني جامع ما بين حرص الحدود بيقايدة فنية رائعة ومشوار بدأوا كابتن طريق العشر مع حرص الحدود وبيختموا كمان مع حرص الحدود بمنتهى النجاح ومنتهى التميز على حساب أخو طلائع الجيش بدربات الجزاء خمسة ثلاثة وخروج المصري من الباب الكبير جدا في الكون فدرالية أربعة صفر من فيتا كلاب وكيدا هنتكلم على مباراة الأمس مباراة الأهل ووفاق الصيف وكيفية يعني التحضير لمباراة النهائية وقابليهم مباراة الواصل الإماراتفي دوري أبطال العرب أو بطولة زايد للأندياء الأبطال معك باتن الكبار بعد الفاصل المنتهي اشتركوا في القناة